لكن كيف لك أن تنهي مسألة السلوك وعندما تتحدث عن السلوك واحدة منها أذرع إيران في المنطقة فصائلية في المنطقة لكن الفصائل أصبحت واقع حالة الآن إن كانت في العراق إن كانت في سوريا إن كانت في اليمن يعني كيف ينهيها إلي زوال أستاذ أحمد ولا يخفى عليك ولا يخفى لا على ذكائك ولا رصدك ولا تحليلك انظر قبل أقل من عام عندما كنت تغطي الملف اليمني انظر تصرحات الحوثي في قدرة قادر بعد اتفاق الصيني السعودي الإيراني تغيرت الأمور الآن نتحدث عن اقتحام السفارة السودية في مغداد وقضية القرآن نسخة من المصحف الشريف الأصح نقول وليس القرآن الكريم كنا نتحدث قبل سنوات عن اقتحام السفارة السعودية بإيران الآن عادت العلاقات دبلوماسية العالم يتغير وهذا يدل هذا الدليل الإداني عزيزي لا يستطيع لا حزب الله ولا كل التنظيمات الموجودة في سوريا والعراق بدون ما أدخل باسماء لأنني لا أريد أن أثناء حاساسي لحد ولكن هذه التنظيمات أثبتت أنها تأتمر من طهران لأن كل التصعيد اللي كان بخطابات الحوثي انتهت متى انتهت عندما اتخذ الطهران قرار بأنني أريد أن أصع سلاماً مع السعودية بضمانة صينية هذا أثناء الأمور سيحدث هذا الأمر أيضاً خطاب حزب الله تغير في لبنان الأمور السياسية في لبنان مرشحة لتغييرات أسرع كيف سيحدث ذلك ممكن في برنامج آخر تمام ولكن الكونغرس